نجوم فام على كيفك دلوقتي عيسيلي على الراديو مع أحمد العيسيلي على نجوم فام الله جس الله سيداتي أماني ساداتي الله هاي عليك ده على الهوى أه أه إن شاء الله تلعتي مع الهوى تفضل لفن تفضل كسانت طيب أنا اه قمش بكسانت اوف ietsكت دأ للكها تلاته شهور عرف إللا طبعا بس احنا إلى كل سانت دAmerica لا اتلا انتهي في مصر أه يعني في ناة اصلا غير فالكروسانت قتبش بحمد الله ع السلامة هو فيه هو أدخل الحمام في السانية ما أولك حمد الله ع السلامة لا كنت بلك مفصلة غاية عن الحمام يعني يا لل الحمد الله لعسلامة لعلمك عندها منطقة أكبر لأيه يا للحمد الله لعسلامة وصلت للموت اضيف سلامة. ايوة صاح. الحمد لله على السلامة. صاح. تصدق? تصدق. واحنا مستيبين اصلا. يا دي مشكلة. طب عسلي احنا كان عندنا مشكلة قبل الهوى. العسلي كان بقول له بيقول له نتكلم في ايه? فقلت له. اه فانا قلت هتكلم في شهر رمضان. فقلت له. يعني هذه الكلاسيكية والوضوح والتقل دي. قال لي انا ما بتكلمش في رمضان. وده موضوع عالناس كلها بتتكلم فيه بقالها الف وربعمائة كزا سنة. لكن انا عندي وجهة نظر. في الموضوع ده. انه اه عدى الواحد فينا مسلا بتاع سبعة وتلاتين تمام وتلاتين رمضان في حياتي. وعيهم يعني. لكن انا اللي متأكد منه انه رمضان يعني التطبيق على قاعدة في الحياة انه مفيش سنة زي التانية. يعني ما عداش عليك رمضان زي التاني. يعني يعني مشكلتي بالعكس. يعني انت رمضان الشكل الفريم ممكن يكون واحد. بس انت وجودك في حاجة? لا لا لا. اوكي باي باي. وجودك في موجودك في الاف موجودك في الفريم بيتغير من رمضان لرمضان. يعني يعني السنة دي انت دخل عليك رمضان وفي حاجة مش موجود السنة اللي فاتت. دخل عليك رمضان وانت في حاجة متغيرة. ده اللي انا عايزين نوصل. يعني انا دخل على رمضان السنية دي مسلا في البيت جديد. فلا ان عزلت ووده رمضان هيبدأ معي في في نقلة في حياتي. عايزين في حياتي. خلي اه يعني انا ممكن افكرك ان الشعبان دخلاني قلت في نفس الدخل. اه بس احنا بان احنا دخلين على رمضان بان مش دخلين على الشعبان. فخلينا نتكلم على الفكرة انه. انا حلقا معاك لابة رمضان دي اه. لا خلينا انت ابقها على 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 سكيل او سع انه الحاجات الحاجات سابتة شكل الحياة سابت بس البناء ده ما هو اللي بتغير يعني انت في رمضان آآ تمانية وتسعين مش انت في رمضان الفين وخمستاشر رغم انه المواصفات والشكل والاداء والفطار والنوم والصحيان والموعيد والازان والشيخ رفعت والنقشبان دي كل التفاصيل واحدة بس انت كعسيلي بتاع رمضان تمانية وتسعين غير عسيلي بتاع رمضان الفين وخمستاشر عايزين الناس تخش تحكي معانا في ده انت رمضان دخل عليك السنة دي وانت في انه مرحلة في حياتك ايه物 تغير في حياتك يعني داخل مواكب لي ايه في حياتك مهم انا حاسست يا عمر انه اصلا يا رمضانش شخصيتي قوي جدا انه هو اصلا شخصيتي هو 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 بيعمل مش انت بتعمل هو بيدخل عليك كده هو بيععم؟platzv اول هو بيجي هو بيعجم بيجي فجأة كل سنة اي و هو بيهجم عليك لان بيتبص انت في النتيجة بس ده اي عمال جاي 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 جاي. فبيجي. فجي. انا كنت مرغوب يبقى رمضان بكرة. الحمد لله تلعى الخميس. اه. كنت تبقى يعني ضربة جامدة من رمضان. اه. قالك ضربة جامدة من رمضان. الحمد لله تلعى الخميس. فهو رمضان. في سنة عملها. في سنة الناس نامت من الصحة تلاقات رمضان. فاكر اه. ناس نامت صحة انه بكرة عادي? اه. ولو ان انا انا يعني متفائل يعني خير السنية دي انا بشكل شخص يعني اه ان الموضوع التبطيل السجاير ده حيوتي سماره بقى. مسلا. مسلا. مش حبقى متضايق الصبح. ولو ان حبقى متضايق برضو شو بازهق. يعني بوقتي ما بازهق بنزل لألعب رياضة. طب مازهق في رمضان انا لعبت رياضة وانا صايم بالصبح كده حماره. والليترين ماية اللي بتشاربه بعد رياضة ده مين ده هيشربه. بس في ناس بتلعب رياضة في رمضان ده هي جننة. في ناس كمان. انا بقى انا عمل كده في شوية لقابل الفطار اطول. يعني ممكن وانا في وانا في وانا على البحر وكده او انا هنا برضو حجرب بالسنة دي او الاسبوع كده الحكاية دي اللي هو الادان يدن تروح ضرب بلاحتين في بقك وجاري بعد الفطار. ايو. لا بكلمة ناس بتلعب رياضة وهي صايمة. ده بقى بعملوا في في الساحل. اه. تروح اخر ساعتين دول كلهم رياضة. برنس ولا اهمك. وتجري وتعوم بتاعه زريب. وتطلع بقى تحبان تروح واكل. انا بنسبالي اخر اخر ساعتين في الفطار دول. هم بقى الساعتين بتوع حكمة الصيام. يعني اخر ساعتين دول اللي هم مش مطلوب منهم حاجة غير انك انت بتعدي كل الحيطان اللي حوالين روحك وحوالين مخك وحوالين نفسك. وبتروح المنطقة اللي هي اللي هي افكارها مفتوحة. هم دول الساعتين البعض الفطار. هم افوارة كده اه. معندكش حاجة اه سحبة دم اه خالص. معندكش حاجة متقلاك. كل شهوتك اه اه معطلة مش 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 مشغلها. يعني مش مش حاجة شغلة. الحاجة الوحيدة اللي شغلة. وبتعاني هي المخ. المصح صح? وعما يلقت افكار من غير ما تكون حاجة مكتفاة. مش واكل مسلا فعندك حموضة فمش عادة تفكر. او مش جعان قوي مسلا فالجوع اللي هو اللي خليك مش مش مدهول. لأ في حالة كده. تخليك تعرف تصطاد افكار حلوه الفترة دي. ممكن افكار منها توصل يعني لحاجات مهمة. على فكرة خطيرة جدا مش مش سهل. من قلة الجلوكوزة. ببعض افكار طب قد افكار كلها في ناحية تحتها تملزقة. مم. تروح حتى كده غريبة جدا. يعني يعني في فكر كمية الافكار اللي جات للواحد. يعني انا عرفت فكرة رمضان كريم دي يعني ايه رمضان كريم يعني افتف مرة وانا صايم وانا مدهول كده وبفتحني بالعافية ومستاني الفطار بموت. بعد حاجة وتلاتين سنة فهمت يعني ايه رمضان كريم. وليه يعني ايه رمضان كريم. رمضان كريم يعني الحاجات مش مش بالسيستم بتاع تدفع فلوس وتاخد حاجة. فهم السيستم اللي هو العادي ده اللي هو مقابل تاخد حاجة ومقابل لا في كده في كرم بيحصل. اه في حاجة كتير من غير مقابل يعني. اه في كرم في نوع من الكرم بيحصل بطريقة اه مش مقلوفة. مش شابه لا اعمالها عادية. اه بسراحة الحالة في رمضان اه اه ان هو اه ان هو احتفالي وطويل. يعني فكرة الناس اصلا تبتسم لبعض كده و اه و رمضان كريم والله هو اكرم و رمضان كريم تاني والله هو اكرم تاني كده كتير قوي. فيه فيه. عندنا حاجة تتكلم فيها. اه هتبصت في موضوع رمضان. انا ما اعتقدش بس ماشي. يلا بنا. فقدش هنهي سمع زيتها شوية. اه امو مع سيري على الراديو. انتو مع عمر واحد صحبو او عسيري واحد صحبو او عسيري واحد صحبو اه في الساعتين اللي بتفتح فيهم الفترنتين بتوع ببرنامجين على بعض يوم الثلاث. اه و عمر واقف جنبها يسمحو بيدور على الاغنية تقريبا للاغنية. اعمر مع الكرة كرة مع عمر كرة كرة. وامر قاعد قدام مهاج بتاعه. يلا حبيبي اتفاضل. انت اللي سائل الموضوع بتاع رمضان ده. بص جلنا كمية رسائل بتتكلم عن رمضان كلها بيقول حاجة واحدة ان احنا دخلين رمضان في الدحانات السنوية عامة. اه. ستاشر رسالة السنوية عامة. اه. على فكرة في اه. بالمناسبة كمان لتليفون صديقنا اكلمنا. وقال لي كان لطيف جدا. وقال له سنوية عامة وبحبوك اوي وكده. اه. والرسائل كلها كذلك برضو اه. فانا قلت له. قلت له رسالة. قلت له انا في التليفون يعني الحكاية دي فاحقولها لكم. كل الناس بتصانية عامة. انا قلت له ببساطة. قلت له بص بقى. اه. الموضوع اللي هيحصل في صانية عامة ده. يعني كان عكس ما بيقولولك كلهم مش هيقصر على حبيل حياتك ولا عكس. اه. يعني هو الحقيقة اللي هيحصل لك في حياتك بيتوقف على حاجات كتير جدا تانية. مش معنى كان ان انت هي مش مهمة. هي قد تكون مهمة. يعني دايز يكون اه هي مؤثرة. بس ممكن جدا ما تبقاش عندها اي تأثير. السنوية عامة صح? اه خالص. اه. فما توترش بيامسك قوي يعني وتحقاسيك بقى. قال لك مفترق الطريق. وانت لو معددتش بالبتاع دي حتطلع في في النحوة التانية اوي سابكم الكلام ده ولولكم حاجات غلط. انا عند البيت سنة سنوية عامة كانت مني. الاباء والاماء. الاباء والاماء. الاباء والاماء طبعا. هزعلوا منك اوجب كلمتين دون. ما هم مسبتين عيالهم. مسبتين الجيل كله بالمنطقة ان ده مفترق الطرق. وان ده حياة او موت وان هزا فراخ بيني وبينك. لو يعني ما عددتش الموضوع ده. طب اقول لكم يا اباء يا امهات. بس هو عايزين نوصل لمنطقة وصل في حتة دي لانه هو لهو فعلا. لهو فعلا خلاص نهاية العالم ولا هو فعلا حاجة اتفها. يعني هو في حاجة في النص كده عارف لما انت انت ما ينفعش تسوق عربية من غير مطلع رخصة. عمر عمر موصل. ما فيش حاجة في الدنيا على فكرة. ما فيش حاجة في الدنيا. ما 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 فيهش حل وسط اه. ماشي ما نقول لك تعالى. بالاول السوق. بالاول الاكل البطيخ. مرم بالسواقة. هاي جدا. هاي الجدا. تعالى نوصل لحتة بقى ان احنا لا نقول ان هي نهاية العالم. ولا نقول ان هي حاجة تفها. اي بس انا عايزة انا فكرة ما قلتش انها تفها. بس في ملحوظة مهمة. انا ما قلت ان تأثيرها على مجرأة الامور في حياتك اقل مما تتصور. كمان لا لا التأثير مش بسيط للدرجات دي. اقل مما تتصور بكتير. مش حقيقي والله. مش حقيقي. قد يكون وقد ما يكونش. انت انت مش انت زي ما بقولك كده انت. انا ممكن انت ممكن تكون. لا بكلم على العموم يعني انت ممكن يكون عندك مشكلة في الطريقة اللي مصر بتطلع بها رخص قيادة للناس. انت مش عقباك الطريقة. معنا مش موافع على من اي حد اخد رخص. لكن في المقابل هي الرخصة دي انت لانت اخدها. عشان تعرف بقى تسوق حتى لو هتسوق بالرموزة. فهو الموضوع نستمعين عم عمزة لخصة 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 القيادة. هي فعلا في الهات دي. هي اجراء. هي اجراء وظيفي لازم تعملو. عارف كالك كان. سنة انا عايز اقول حاجة للاباء والمخيطة للاباء والاماء اللي انت جبت سيرته. اللي انت بتقول ان هما مسبتين العيال بما انت بيقولولهم. اه جدا. بص ده هو ده البتاع والسلمة. ده انت رحف ده يا. اه. على فكرة انا عايز اقول لكم الولد لما بيزاكر مش هو مش بيذاكر عشان الكلمتين انت تدرون لي. انت كنت تذكر عشان جاملين ايه? على الحقيقة للحد دلوقتي بعمل اي حاجة عشان كلمتين بتقولولي يعني. بيقولولي حاجة. اه. على طول اه. مش مش سنوية عمه بس. هما هما اسمو ايه هما هما هو التوتر جماعة شيء مش كويس الانسان. حقيقي مش كويس انسان. وبعدين لازم تقدروا حاجة مهمة جدا. لازم تقدروا الظرف بتاع ان كل الولاد والبنات اللي في سنوية عامة دول هما عارفين ان بتاعدي اي كلام. ما تنسو يعني ما تستهطلوهمش. هما مش هطل. هما كائنات عاقلة على فكرة. هما لسه غير غير راشدين ها. اه. لسه فضلهم كم سنة كده. بس فضلهم كم سنة ويبقوا راشدين عادي على فكرة. عاجاته ليلة ويخلصهم الانبال الوقتي عندهم ستاشرة. هما هتلاقي فيهم فيهم ناس في السنة بتمتحن. 17 سنة كمان. 17 سنة كمان. خلاص يعني يعني هما هما على فكرة في وجه النظر يعني بعد ثلاث سنة حيبقى عندهم واحد وعشرين سنة بحالهم. بس هو. فارجوكم ما تستهطلوهمش. ما ما تنتخلوش. هو عارف كويس. انت اعرف ان هو عارف ان بتاعة دي مش حقيقية وهو مضطر لها. عاملوا كده يعني ما تستهنش بزكاوة. اي هو انت انت تساعدوا ان الصورة توصلوا كده. يعني انك توصلوا الصورة بالمنطقة دي. لاحز كمان في جزء في الموضوع ان في لود على الاب والام. يعني هما كمان بيمتحنوا. يعني ده امتحان كمان ليهم. ده جزء من مسيرة الاب او الام ونجاحهم ونظرتهم لنفسهم ونظرت المجتمع عليهم. جزء منها في الحتة دي. يعني هما كمان بينجحوا وبيسقطوا. وهما كمان بيجيبوا مجموع. ده يعني برضو جزء يخص الاب والام حملة برضه عليهم. ما ينفعش. المسال اللي انت قلتوه ده بتاع الرخصة ده كويس. بصراحة منحيسه هو بيسكتني. وهنا بسكت نفسي. وهي كده. هي حقيتها كده. هو احنا هو احنا التعليم. هو بايز خالص. يعني هو بايز خالص بس هو حفرة بايزة وباليان الماية بقى وعناكب وتعبين وعائر بكده. طيلا انت مش خد. مش خد اكيد خد درجات حلوة وانت بتمتحن. صح? اه. خد درجات حلوة في الكاميا مسلا. اه ده بيخد درجات حلو مسلا في التاريخ مسلا في فاكر حاجة من اللي انت. كله في البطيخ. طيب شوفت بقى. يبقى هي الرخصة. يعني انت نازل عايز تعمل مش هور الرخصة مش نازل انت تتعلم. ايوة الفاكر انه هو نزام اه هو كله نزام سخيف بس زي ما عمر قال كده هي زي ما تكون بتاعها انت مضطر لها. زي الدوة على فاكرة بقى. دي دي الامثالة بقى يعني انا شخصيا لو حد قال لي الكلام ده. انا 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 مديني عمر حكاية عدم احترام العقلية دي. مم. ما اتكلمونيش كاني هاخد البتاعة دي بقى احا تقول هارفرد. ما اتنهزروش. مم. وعلى فكرة وحتى لو جيت تاني مجموعة متفوق ودخلت الجامعة اللي هي هي ما تمثلوش عليا. اه انت عارف الحكاية. صحيح. 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 قل لي كده قل لي البتاعة دي على فكرة. انا على فكرة بقول ان من حقه على فكرة. هو شخص كمان انا من حق ان انا اختار لا على فكرة مش عايز يعمل عماللعب دي انا بقولت على فكرة خمسين مرة في الجملة فتنش عارفوا liiero على فكرة براحتك على فكرة على فكرة براحتك خالص بس اب philanthropy اللي عايز يعمل نقلة في حياته من منطقة التعليم دي يعني اللي عايز يروح هارفرد ولا عايز يروح نقلة من عليا لأشكال دي ما مش بيامشي الطريقة اللي احنا هو الكراسيكي اللي احنا عارفينه خالص ولا طريقة التعليم دي ولا طريقة الامتحانات دي بصراحة الله يكون فعونكو الله يكون فعونكو أمهات وأباء والناس يتصرف دم قلبها على الدروس دي وعلى المنظومة وحيات أمي وحيات عيالي وأمي مع بعض إن أنا لو بسحيت صبح مرة لقيت خبر في الجرنال بيقول بتاعت لكت خالص تحدى ما نشوف هنعمل إيه فلن إن شاء الله حتى كده يعني شلها خالص شلها وقفها على فاكه مش هاجر أي حاجة يعني عندنا من خليجين الجامعات بالزوفة ممكن نقعد خمس سنين نفكر هنعمل إيه من غير ما نطلع حد من الجامعات هي حاجة كده عملة زي حقوق التطعيم حقوق التطعيم بالجلسة بتاعتها بالأثر اللي بتسيبه في كتك ملهاش زي كده بطاقة التموين كان يقولك أنت لازم تعمل بطاقة التموين علشان يجيلك الرزق أنت مش هتاكل بطاقة التموين مش هتاكلها بس أنت لازم يكون عندك بطاقة التموين علشان تاخد الزيت والسكر والشاي حاجة خسارة بسرعة فهي عاملة كده هي خسارة فهي مهمة هي مهمة لكن مش هي مهمة لأننا لأن ده زرف المريض اللي احنا فيه ده سيستم اللي انت ماشي فيه انت لازم تمشي في الخطوات دي علشان تعدي للناحية زي ان انت لما تروح تتقدم لوحدك تلبس كارفاطة مثلا دي بقولك عليها مهمة هي ولا مهمة ولا نيلة ولا لي أي علاقة بيك ولا بالجوازة ولا بالبنت ولا بابونك لازم تروح تسمع مزيك في الأوبرا وانت لابس كارفاطة يعني عمري مع عرفت العالم مليء بالعبس فعني في حاجات أنا نفسي في جوة كواسك جديدة عايز حاجة عايزة عايز ايه عايزة اطلع عايزة ما عايزة اطلع عايزة حسيني عندك مشاهدة أي حاجة عايزة 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 فكرة عنده مسلسلين في رمضان يا جماعة عامل فيهم أدوار لطيفة حوالي بخارست وتاني واحد التوارض على خناة والتاني من خناة فيلم المسلسل الكابوس الكابوس عشان البنات بتوع حيسب أمور والحاجات تفرجوا عليه بقى في الألعب يا سوء شاء الله في رمضان على خناة السويس الجديدة بإذن الألف ومروك عايزة الشباب بكاتر خير هم سابين المذاكرة وقعدين يسمعونا لا ما هم مش سابين هم شباب كتير بيقعدوا كله باعت يعني كله باعت عن مشاكله في السنوية العامة ومغامرات هم بيقعدوا بذاكر وهم بيسمعوا أنا عمري كتبعدوا عن الحركة دي أنا بلف فاصلي وأنا بذاكر يعني عوضة أمشي وعلا كتبعدوا أمشي ماشي أيام اللي حنادي بقى ماشي بقى 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 آخر يوم مش ببطر عشان تعيبت المذاكرة بس إحنا كلنا إحنا بنسمع مذاكرة تفتيح أفكار مش 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 مذاكرة مش مذاكرة لازم أقول أيه بالضبط اللي أنا بقى أقوله يعني إحنا عارفين إن سامع المذاكرة ده مش علشان تذاكر سامع المذاكرة ده علشان تسايح الدهن اللي في المخ والحاجات ترايح نفسها وتفتح الباب كده تلقط الادات لكن هو مش مش مفيش حاجة سامع مذاكرة على مذاكرة إحنا إحنا كنا طلبوا وعارفين يعني إحنا مش خلاص أولوكم فكرة حلوة يا أولاد أولوكم فكرة حلوة تفكروا فيها فوسط الأرف اللي أنتو في ده لما هو بصوا بقى أنا شخصيا أنا فاكر يومين بصراحة من يعني أسعد أيام يعني من أسعد أيام حياتي حقيقة يعني محفورين كده في حتة محتوى كل واحد فيه محتوط فقودة كده لو أحدو خلص وملفوف عواليه زيز وبتاع وكده يوم خلصت المذاكرة لوم اتخرجت من جامعة مش مذاكرة دانية للاقمت أعمل عمري ماسترز وأنا فاسترز وأنا أنا خلصت دي آخر علاقة فابل أنا مش حزكت الرسم كده تاجي أي حاجة زاكارها ما حدش امتحني ده آخر المتحان امتحني صح هو الموضوع في المتحان مش في المذاكرة ولما خلصت هونت الحد النهاردة بتزاكر انت بتزاكر عادي على فكرة كنت سعي يا حاسب حرية هونت الحد النهاردة بتزاكر آية بس محنش بس انت متحنيش بقى ما تقعدنيش في لجنة خلي بالك برقم جلوس وتختبرني مش انت أنا تكلمت معاك في الموضوع بتاع فندندا ولا الفكرة حقيقية فكرة الانتحان دي فكرة فشل غبية لازم تفهموا كده جماعة ونبي يعني لما تسمعوا لما تسمعوا المؤخذة المسؤولين عن التعليم في مصر بقولوكم هم حصلحوا التعليم بان هم ابنوا مدارس جديدة وكده ومشروع كدر المعلم وكده اعرفوا ان هم بيهجسوا وما عندهمش اي فكرة على البطاطس والله العظيم تلاتة ما عندهم اي تلاتين فكرة البتاعة دي غلط المدرسة اللي احنا بدلوقت انتوا ضحية وليها دول في السنوية العامة بتاعيكو دي دي مدرسة معمولة عشان القرن اللي فات يعني ليت حتى القرن مش اللي فات على طول اللي قبل عارف سات بحس ايه بحس انه التعليم في مصر محتاج ان ياخد اجازة خمس سنين يعني توقف العملية التعليمية فترة من الزمن تمام في الفترة دي تغير شكل كل حاجة وتقول للناس تعالوا فضل وخلاص احنا من اول وجديد هنعمل والله عظيم انت ابن حلال وانتو كلكو يا ابتو سنوية عامة ولاد حلال عشان انتو فكرتون دي قتي بحاجة عظيمة مبارح اتفرجت على فيديو وما كانش عن الموضوع ده أصلا فيديو بتاع مهندس ممدوح حمزة ممدوح حمزة قال بقى رصة كده رصة كده عجبتني بقى عجبان قالك دلوقتي احنا عندنا كلية تهندسة وكلية تجارة زي مكان من مئة سنة قالك دلوقتي ده دي بقى فيه كلية قال كم مساء لستانا كده ما حاولها أصور مخي كلية طاقة متجددة كلية آه كلية النقل كلية النقل تعمل كلية النقل مصر محتاجة كلية الأسفلت كلية تخطيط المدن مش فرعف هندسة اسمه تخطيط عمراني لا كلية التخطيط العمراني او انت بتقوله ده بيبقى كتاب جوه منهج جوه فهم كلية كده المجتمعات اللي بتفهم اللي عايزة تمشي لقدام بدل ما تتكسح وتبقى ماشى على ركبها والعالم كله دي احنا على فكرة والله العظيم احنا بعد شوه حنبقى ننزل الارود خلوا بالكو حنبقى يطلعونا كده حنطلع بقى في الكتب بتاعت الدول المتقدمة وكده لما يفقلنا هم مديرتش حركزين معنا بس بعد شوية لما يدركوا هم هم مش مدركين الفارق بيننا وبينهم قد ايه والله العظيم زي ما بقولوكم كده مش بحضر مش ببالغ اول ما يدركوا بقى هيبقوا بيدرسوا عيالهم احنا لما شبتوش الله بقى هتبقى زي ما عمو ده لا لا هم مش هقولولهم كده هم مش هيبقى خايفين عليهم ببوزينا بس هم حقولولهم على فكرة في قوم كانوا كويسين جدا انا مرة تفرقت على تفرقت على حفلة ويجي الملك فاروق انا مش عارف عمالي يجي لي مواده كتير الملك فاروق تم 18 سنة حت الفيديو بقى كده متصور من زماني كاميرا سينما حلوة كده 8 ملي هيلة وماشي بقى في الشارع بقى بالعربية والله العظيم ولا العربية بتاع الكوين الاليزابت بالبتعب بالحسنة والشعب المصري كله قاعد في الشارع شفتو انا تفرقت عليه بصفحة مبروك حمدي بتاعت مصر طبعا خلي بالك في ملحوظة زريفة بتاعت انا عمال بنات عماضية كتير قوي ما علينا من ده خلينا على رمضان و أيام لطيفة يعني مفترجة خد راحتك الحكاية خلينا خلينا عايز ايه من عند لا لا حنروح نروح لهم بعدين دلوقتي خلينا في كلمتين مهمين تماما حمزة افهموا ان التعليم ده شغلته كده مش هنقعد اقيف نفس اقيف عايز افضل اعمل نفس الحاجة واتوقع النتيجة مختلفة زي ما هو تعريف الجنون على رأي العظيم اينشتاين لا انت تشوف انت محتاج ايه وتعملوا في عالم جديد الفكرة بتاعت العمر لسه ايه لها دي بتاعت خمس سنين اقفلوا والله العظيم تاعتم حصل لنا اي حاجة مش هحصل لنا اي أثر اقفلوا فكروا وحودوا كده شوفوا حنهب بايه في عشيتنا السوداء بدل ما انتوا عمليين طلعوا محاسبين ما بعرفوش محاسبة وبتاعوا ومهندسين مش عارفين حاجة وورا في العصور الشباب انا ما بجيبش كلمة من عندي يعني انا المهندسين الشباب هم عارفين هم ازكى من كليتهم بمراحل بعشرات سنين وبيقولولي كده يقولولي يا عسيري احنا بنذاكر حاجات مش اوبسليت احنا بنذاكر حاجات من اللي هي العالم كان بيذاكرها من خمسين ستين سنة احنا في الماضي حرام حرام خمس سنين لو قفنا دول ممكن نعمل فيهم ايه ممكن الاول لا سواني لا نعمل ايه في الناس اللي هتغطر خمس سنين يعني واحد في تاني عدادي هنقوله استنى انت اركن على جنب اربع سنين عايزينك تعمل حاجة في الاربع سنين ما لازم نشوفه حال لا انا يعني الاول يدخل يعني يعني لو انا يعني بيدي الامر انا انا يعني الحاجات دي كلها انا مش حفاك خلي بالك والطف يعني العيل لما قوزة يدخل ويطلع من مدرسة ما عرفش يقرأ ده وبيجي يكتب حالا بيكتب ابنون وما عرفش يكتب ولا يقرأ يعني من الاخر يعني ما تهزرش يعني مش فاكر كان ايام الصورة مكتوبة على الحيطان لا للتوريس بالسين اه فما حدش يهزر ويقول لي احنا هنخسر حاجة بالعكس مش هنخسر ايه حاجة بس لو هو ما خلي بالك هو الوزارة دي احنا احنا اكبر دولة في العالم كما تعرفون يا مصرين اه اكبر دولة جهاز اداري دولة في العالم اكبر دولة موظفة موظفين عندها في العالم اكبر دولة بتصطبح في اول كل شهر برقم بتاع مرتبات في العالم في العالم طب قول لي طبعا بالنسبة والتناسب يعني اه 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 سرحت انا مرتبت الدولة اه اه احنا كنا في احنا كنا في التعليم في الخامس سنين في الحلقة قفوا على جنب ده اه اه جهاز دولة ده اللي هو فيه حوالي سمع مليون منظف وسبعة ونص تحديدا بقوا سبعة ونص في عهد مورسي يعني مورسي لازق عليهم بتاع 450 الف بني ادم على حسب ما افتكر من الكلام دكتور رحمد درويش الشخصيا اه فيه بتاع اثنين ونص في وزارة تربية تعليم مبين مدرسين وكل الحكاية يعني فالحكاية مش هتنفع فالمنظومة قصد كبيرة قوي يعني كل يوم الصبح في كل يوم دراسي فيه ايو ماشي ايو ماشي ايو ماشي انت عايز بقى هتتعامل بقى انت عندك بقى ايه اتب فوق ظهرك يعني هتعمل ايه هنعمل ايه بقى مع الاتب ده يعني ازاي احنا ناخد الخطوة اللي جاية بسراحة اللي يكون فعلون ايه حد عايز سلح برغم ان انا معتقد ان الحكومة المصلية الشخصية ما عندهاش اي فكرة عن تسلح ازاي الموضوع بتاع التعليم ده ولكن ومع ذلك اللي يكون فعلون بس انا انا من منظوري انا انا بشوف انه مش مهم لما يكون عندك حاجة خربانة خالص يعني انت مسلا دخلت اه رحت بيت جدتك اللي مقفول بقى له اه خمسة اربعين سنة وحتروح التبات هناك هتدخل تعمل ايه اول حاجة مش هتدخل تنظف الصفرة هتدخل اول اوكي انا محتاج حتة نام فيها صح هتروح داخل منظف حتة جايب مرتبة منظف مرتبة عامل حتة تنام فيها طيب وانا مقدرش عايش من غير ايه مقدرش عايش من غير حمام هتروح داخل منظف الحمام هو كده احنا نروح داخلين عاملين منظومات صغيرة ناكحة نعمل كلية من اللي ممدوح حمزة جاب سريتهم دول عايزين نعمل كلها بتاع تفتيت كلها بتاع تلعيش نعمل فتنظرك لحاجة بقى الحاجة دي اللي اولا الدولة المصرية دولة مش مبتكرة مش مجددة ما عندهاش الطموح اللي انت بتقوله ده ما عندهاش الطريقة اللي هي تطلع بيها من الزنق اللي هي عاملينها هي حالة كهنة المعبد اللي بتحافظ على الماشي حسب الاصول وحسب الختم وانا كنت بمصعبة تاخد قرار ممكن يترطب عليه مساءلة من اي نوع بعدين فده ده ستايل الدولة بدليل انه الناس اللي عندها افكار زي حضرتك او زي ممدوح حمزة بره الدولة بره السيستم يعني انتم بيسمعونه اصلا ولا بيعبرون ايوة انت بالنسبة للسيستم انت شاز عن السيستم انت عاقل السيستم انت منفعش تخش السيستم بتاع البلد دي لانه هي البلد دي حفظت عايز اقولك الحاجة بلد دي حفظت مثلا على حلاب وشلاتين علشان عهدة مش علشان الكرامة والبتاع والحاجات لأ دي علشان عهدة فيه على الورق حلاب وشلاتين فاحنا لا مش هينفع مين طيب اللي هياخد القرار ان احنا نعمل حاجة فانت عندك السيستم اصلا نفسه ما بيسمح لكش ما بيسمحش لحضرتك انك تخش بافكار جديدة على فكرة سيستم على فكرة على فكرة انت اللي شاز اعلانات بص سواني سواني لا انا عايزة 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 ورر الناس الاعلانات بالاعلانات بس اعلانات كل النجوم مكفوفين انا في سنة ازهرية ونفسي اسمع رايحة جاء الوامة عشان مخنوق ليه كل اللي بتكلم عن سنة عامة وكأننا مش عايشين يعني احنا مظلمين مربنا ازهري هو على فكرة يعني هو يعني مش عارف اقول لكم ايه هو هو حضرتك المشاكل بتاعت سنة عامة دي مش مشاكل يعني مش مشاكل تقنية عند النظام بتاعة سنة عامة دي مشاكل فكرية عند العقل بتاع سنة عامة اصلا فحضرتك زي ما تقول ونفس العقل ده هو عند حضرتك المشاكل هو نفسه كل مشاكل دي موجودة في السنة الأزهرية بس بيضاف عليها بقى الحاجات اللي الأزهر بيعملها غلط في المسألة التعليمية بس هو زي ما تقولوا برضو خالوا بالكم الأزهر دلوقتي بقى خطر وبعدين اي حد يقول عليه حاجة مش عاجبها يقول عليه اصدرق أزهر او حاجة وبعدين انا مش عايش حد يقول لي ما انا بازداري حد عم اهلا بقى ايسم اهلا بكم فيه ايسا لي عمر على راديو او ايسا لي واحد صاحبه او عمر واحد صاحبه اقول لك الحاجة غريبة جدا انك شفتها بقى ايه انت بلعادي كابت الساني كده او لقى افتخرت قبل ما انسى انه ايه من النادر انك تلاقي حد من القيادات المهمة او الحاجات النجحة في مصر يعني كان من اوال السنوية العامة ما عندكش يعني شخصيات يعني شتلاقي الشخصية مثلا المهمة يقول لك انا كنت مثلا التاني على المحافظة وسلمت على المحافظ مثلا لكن العشر الاول بتوصل السنوية العامة يعني ريت لحد بيسمعونا من العشر الاول بتوصل السنوية العامة في العشر سنين اللي فاتوا يقولونا وصلوا فين ما عندناش حد كان من اوال السنوية العامة وموجود في حتة منور دلوقتي بعد الزمن ده كل هو لو كان وسا هيبادم هو د mantوشا وواقدي اواتج لصلاح البتاعة اللي هي اصلا البتاعة اللي هما انت بتقول عليه اه merchants 화archicht منورين فعل مش منورين دي هو انت بتنور بالاقة على ايه? جماغل يعني انا فهم قصدك انت بتقول دلوقتي ہونا دول ما بيلمعوش في الجهاز الإداري اه هو اصلا يلمع في الجهاز الهداري بقى فيه اصلا ان هو انت بتلمع في الجهاز إداري ليه? عشان انت اشاطر اتو عايز اقول لك الحاجة بقى هقول لك الحاجة انت بتنجح في السروع عارف تتعامل مع النظام الاداري وعارف تتعامل مع السيستم. وبقيت شبه السيستم فبتعرف انك تخش جوه السيستم ده وتطلع الاول. لكن عادة عادة تلاقي حتى الكتاب المهمين اتلاقي العلماء زي فرق الناس دي لما بيحكي في التعليم يحكي مقاسي يحكي ان هو يعني كان من المتفوقين ولا كان من الحاجات دي لان هو عنده فكرة في دماغه شغلية مش شبه السيستم. هو ماشي مع السيستم عشان يخده لخصة ويمشي. اغلب الناس عملوا كده. يعني كان دايما عندي حتى وجهة النظر دي انه الناس من النوع ده ما كانوش هما يعني خلاصة الخلاصة وظهرة الظهرة في الشغلان. انا عمال بفكر عمال با احنا عمالين فكر في حكاية دي عمال بفكر انا بفكر كتير اول عظيم في موضوع ده يعني واحدي كده وقيت واحدي بساعات واحدة فكرة تتعتني حد ما بعايز انتحر. بتاعب بفكر عطوه كده عسيني مشاين. بس 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 في حاجة في ملحوظة مهمة. يلعب بلاي ستيشن. في ملحوظة مهمة انا اتعاطها من كلامك. فضل في عمالين. اهلا مسهلا انا عياه ليه في مدرسة فرنساوية. الفرنساوين بيحبوا الواجب. يعني من من النظريات من من النظرات المعرفية بتاعتهم لسه قديمة شوية. يحبوا الواجب. يعملوا واجب يعني خلوه عادة. في مدارس على فكرة كاملة مش مدارس قصدي. يعني مدارسة اللي هي سكولة يعني لا. مدارس يعني مدارس كرية. طريق التعليم. ما فيهاش ايام. ما فيش خلاص لاغوا اللي حكاية بتاعت الواجب دي. ما فيش عسمها كده. ما فيش عسمها واجب. انا بنتي ولادي اخواتي في المنطقة دي. اللي هي عادة ما عندهمش مذاكرة في البيت. اه. انت تروح في مدرسة تتنجع خلاص. يعني كل اه تتذكر وتتخلص وتتعلم وتحل الواجب وتتروع. ايه بقى كتير وانا الحقيقة ما بقى مش معهم حاجات. بس بقى اشاريكم مشوات افكار كده احيانا بس. فهم يعني انا. فقول عليه منصب شرفي. تروح تزاع له هنا. ما لا. منصب شرفي. نعم بتاعت قولي. منصب شرفي. ما روحش. الا الا. لما نيجي مسلا يروح ناس كتير من المدارسة. من اباك مدارسة يقولوا اخواننا على فكرة. الواجب ده تلغى ده بتاع القرن الفات. يحصل ايه. يحصل كتير من الاهالي. منهم مقومين الفكرة دي. هو لا لا. ايه ده. الواجب. ما يبقى تذكر. يا بوب ده الحكاية قديمة. لا. ودي حاجة بتشير لنا الى موضوعين. انه مش بس المقاومة بتاعت. لا ده. ولو كده اصلا فاكر من كم سنة لما الاهالي. يعني انت لو سألت اهالي مصريين اصلا على المدارس يضرب عيالهم في مدارسة اوه لا اقول لك يضربوا طبعا. يا ربي. ديلوا عدماغه. طبعا. 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 ففيه فالموضوع الموضوع عميق. الموضوع مش بس في مسؤولية على التعليم ولا بس في البداية. الموضوع في المجتمع كله. كل المجتمع ده محتاج ثورة كاملة. ما قبلش كلمة ثورة دي عشان بتزعل. طب نسميها ايه عنك اسم تاني? نسميها انتفاضة. اه. دولة دولة محتاجة انتفاضة. الدولة جباها محتاجة. اه. انتفاضة كاملة. عشان كلمة ثورة بقت الناس بتخدها على عصابها وحساسية قاوي اهاني. بقولك ايه? بقولك ايه? ايه? يا انا الكلمة على رمضان. طايف. طينا الكلمة على الصورة. طينا الكلمة على الصورة طيب. بجد والله. والله بقال لك كتير ما كلماش. ما كلماش عن الصورة. كنت عايز تبقى بتاع بازبوسة. عايز تقطع? طيبش الهاني? طب قبل ان انا نروح لرمضان في حد آآ رسالة عجبتني برضو مهمة جدا. ثانية واحدة. اسماء بتقول يا ريت الكلام عن موضوع الغش في الامتحانات اللي اغلب الناس بتعتبره فهلوة وشطارة مع انه حرام ومش حاجة كويسة ودليل على انه المنظومة التعليمية اللي احنا فيها فشلة وبتعلم الغباء. موضوع الغش ده. والله موضوع الغش ده انا باعتبره طبعا هو زي ما هي قالت زي ما الناس بتروح تطلع الرخصة هي مش عرفة سوق. يعني انا باعرفش السوق. وبروح هطلع الرخصة بان انا بروح ضارة بستين جنيه تحت المكتب لفنان الاولاني. وعشرين جنيه هنا وتلاتين جنيه هنا اخدوا الرخصة روح بيها. وبعدين ابقى اشوف بقى هعرف السوق ولا ما عرفش السوق. ففي ناس في التعليم كده. في ناس داخل في التعليم. ازاي تاخد الشهادة او تخلع. فبالتالي. فبالتالي. آآ تلاقي ان في حد تكاهرة بطول السنة وكهربته عالية وضغطه عالي. والدنيا كلها بتخدم عليه ومتوتر في حياته. في مقابل آآ ناس مش مهتمة بالمواضوع وتيجي في لحظة في ساعة اللجنة في ساعة الامتحان تلاقي الواخد المواضوع بجدية ده. مهروس فعلا. والتاني بيلقط هنا بيلقط من هنا بيلقط من هنا. وبيجيب نفس المجموعة نفس الدرجات. فده جزء برضو من الظلم بتاع انك انت عملت انك انت خليت التعليم في منطقة. استخراج الرخصة. فيفضل بقى المواطن طول الوقت من اول متحانات السنة العامة لحد هو كبير بيدور على السكة اللي يعمل بيها الرخصة من غير ما يخش اللجنة. او يعمل بيها الرخصة من غير ما اه يكشف ان هو ما يعرفش يسوق. بقت حاجة شبهنا يعني. بس هو بصراحة بصراحة عنده خرم اخلاقي. فانا مش عايز اقوله. لما لو يعني مفكر فيه. يعني انت في حتة في الغش مش مش اه عاجبك? لا الرأي بتاعي لا. ما حلمنيش بقى اش اقول رأي بتاعي وانده خرم اخلاقي. ما الخرم في ايه? ما انا عايز افهم خرم فيه الحددتك. ما لو فهمت انا قلت الرأي بخرم اخلاقي. سواني بس لا انا مش عايز اعرف والله البعد كده بس عايز اعرف الخرم في الموضوع الغش ولا الخرم في النظام التعليمي. العلاقة بينهم بقى. اه يعني الاتنين في الخلاط فمطلعين رأيي. فرأي ده وانا ببص عليه من بره بقى كده. اه. اللي هو منتق مش مبسوط منه برده لعشان فيه خرم اخلاقي. فخلونا سد خرم فاحنا اكتفي بالانت. انت قلت كل كل. خرم اخلاقي يخص الدولة. قلت انت قلت. يخص الاباء والامهات. الكلام انا حشتري. مش عايز. مش عايز. مش عايز. مش عايز. مش عايز. ده. المساوافر الظلم عادل. المساوافر بتاع الزفتة دي عادل برضو. طبعا. دي زفتة? اه. الرخصة دي بناخله جده? اه. فرأي بتاعك اخلاقي احسن بتاعك. يلا يا هيسم. اوكي. سلي احنا على الهواء. فاضل فان. اه اه رسالة ما عليش رسالتي مستفزتين. لازم نجاوب عليها. بلاش بلاش بلاش. لا 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 استفزاز اه في النقشة. اه استفزاز عقلي اه. اه. حد بسأل اه ان كان اللي هحكيه ده ظلم ولا مش ظلم. فكرة انه طالب بيطلع عيني اللي يخلفوه في السنوية العامة ويجيب خمسة وتسسعين في المية ومدخلش طب. وطالب تاني بيلعب وجاب سبعين في المية ودخل طب عشان ابوه معه ستين الف اه جنيه يدخلوهم بيه الخاص. هل ده يعتبر ظلم ولا مش ظلم? تفضل انت اجاوب وانا هجاوب بعدك. كاتب اسمه ايه? لا بس اخر 23. تحب انكلمه على هون? لا لا. عشان هو ما ما يبقاش ما يقفل مضوع عاطفي منه كده. لان هو في وقت عاطفي. انا انا واقفة بحكم ميزان عقلي بحت. اه. هو عنده ميزان عاطفي. هو ما نعرفهاش. الموضوع المؤمنين يعني بيعتبروه موضوع رباني. اللي مش مؤمنين ما عرفش بيعتبروه ايه بس يعني الموضوع. فكرة الرزق دي طبعا انا اقول لك انا يعني قبل ما اجاوبك على السؤال ده وفي الطريق دي جاوب على السؤال الاتي. انا وانت الاثنين عايزين ندخل طب. انا في الحقيقة زكائي لا يسمح. نوع زكائي نوع قدرتي على التعلم لا تسمح بتعلم الطب. ومع ذلك انا حموت وادخل طب. انا مش هدخل. ليه? عشان من ضمن رزقي. ما جاليش. مم. رزقي العقلي. طيب. حد تاني عايز يدخل طيب جدا بس. اه سعى اه عنده ما يعني. الظروف مش مساعدة. عايز في قهضة هو وتسع اخوته. ماش هيا في زلك. ما عنديوش فلوس يجيب مش هارف ايه. رزقه لا يسمح. فأنا بشوف انه في الدنيا الواحد مجاليكش دعوة بما قسم الله لغيرك خليك بدعوة ده موضوعك إنت أنا عندي إيه أقدر أعمل بي إيه وما أقدرش أعمل بي إيه واحد بقى دخل جامعة خاصة عشان معاه فلو ما يدخل واحد ما دخلش جامعة خاصة عشان معاه فلو ما يدخل إنتش عرفك بالناس إنت مالك بالناس شعارف زرفهم يعني يعني تسطيح المسائل عارف إنت بالضبط لما واحد يبص على شاب كده مثلا وكل اللي يشوفه منه إنه ما سقط البنطلون أو إنه ما تقول شعره ما أدري إيه دي تفاهم ما بعدها تفاهم ما تبصش الولد التاني اللي إنت تتكلم عنه ده تختصر حياته كلها قصة حياته كلها تعتبرها إنه واحد معاه فلوس أبو دخل وطب خاص بعيد بتعملش كده دي بني آدم عنده خصته الخاصة ومحنه الخاصة وأحلامه الخاصة ومشاكله الخاصة سيبه في حاله خليك في حالك إنت ده كلام ده كلام محترمان معك بنسبة كبيرة في اللي إنت قلته كمان في جزء في الموضوع فيه ظلم وفيه جزء ما فيهوش ظلم إيه جزء اللي فيه ظلم؟ الجزء اللي فيه ظلم إنه أنت السيستم بتاعك بيسمح بالسوارات المنوع ده يعني السيستم بتاعك مش حاطط طريقة واضحة وسهلة للكل بحيث إنه عايز يدرس طب أو عايز يخش طب يمشي في الطريق ده ففي آخره يخش طب معاه فلوس معهوش فلوس آآ أبوه غني أبوه فقير للمهم إنه عندك المقاومات اللي ادخلت كلها تطب في الآخر فالسيستم ده نفسه مش موجود موجود حد بيذاكر وبياخد دروس وبيغش وبيجي بمجموع وبينجحهم فيه حد بيعملها بالفلوس ففي صغارات الناس بتخش منها طب عمر الرئيسف أنا عندي أنا عندي صغرة بقى هنا عايز اجواب عليها افرد إن ده مجتمع ما فيهوش الحكاية دي ما فيهوش في كل العدالة الاجتماعية دي دي مش عدالة الاجتماعية لح أنا قصدي أنا بتاع تطبولوس دي ما فيش خلص حاجة اسمها طب خاص كويس كله طب عام يا عام وبيحصل إيه كام واحد فيكو عايزين ندخل طب إحنا مليون عايزين ندخل طب طب هو اللي حيدخل على فكرة مئة ألف وواحد بس ده احنا كلنا جايبين فوق الاربعة وتسين كويس اللي جايبين فوق الاربعة وتسين ونص بس هم هيدخلوا كام واحد كده تمام هيروح داخل في كل الأحوال حده هيروح داخل وماسك سكينة وقايس ودابح كده وقايل دول هيعرفوا يدخلوا مايس الله عليك بقى فهو عندك ده بقى هو ده ظلم إنك أنت ما عندكش سيستم يعني أنت ما عندكش سيستم لأ محنا ده جزء بقى من مشكلة ده جزء من مشكلة التعليم انت النهاردة أنا بقول إنه والله يا جماعة هيبلد النهاردة محتاجة في الدفعة دي عشر تلاف دكتور كويس وعشر تلاف دكتور دول اللي همتحنهم يعني همتحن الناس اللي عايزة تخش طب انت جبت في السرنان العامة آآ ستين في المية سبعين في المية دخلت يعني مستوى كده ما في الدرجات امتحان كلية الطب حاجة تانية بقى يعني همتحنك عشان شوفك تدفع الدكتورة اللي متدفعش الدكتورة أيها هو ده بقى الموضوع ده الموضوع بقى ده اللي ما يعملس ظلم بقى ده سيستم بقى بقى بقولك ده بقى أنت فقير أنت غني أبوك غني أبوك فقير أي أن كان مش ده الموضوع هيبقى السيستم عادل جدا فبناء أنا عليه اللي بتعدي منه آآ محدش فيه متعرض للظلم لو سمحتولي وسمحتولي عمر أنا عندي توضيحة لأن أنا كنت متلخبط في الكلام اللي عمر قاله فأحبة يعني فكتت لخبطة عايز أوصلها لكم كمان لو دلوقتي أنت المشكلة اللي عادل الحقيقي اللي بيحصل في كلية الطب ده إن فيه واحد قاعد في كلية الطب جوه بيدرس طب وهو مش هيبقى دكتور ولا حيعرف يبقى دكتور ولا نيلة لمجرد إنه داخل هنا بمجموع كبير استخصار في المجموع قاسه نظام غبي هو غصب عنه برضو شايدته يعني مش هو ده المجتمع ده بالألفة بتاعه يعني بيبقى دكتور في حين إن فيه واحد تاني شاب فعلا كان هيبقى دكتور كوي مشروع دكتور حلو مشروع دكتور وبيفهم ومخه معمول متركب عشان يبقى دكتور وما يدخلش عشان النظام الغبي النظام الغبي بتاع سنوية عامة ببيقسش قدراته عنه يبقى دكتور بيقس قدراته على أي حاجة تانية ده اللعد لعد في النظام في السيستم بس هو ده فده الموضوع ده الجزء الخاص بالظلم الجزء بقى اللي قدر قوله هو مفوش ظلم إنك انت بقى يعني اللي يعرف يتصرف علشان حياته تستمر ده انا مقدرش روم يعني لو انت في السيستم بايز واقع منك ولقيت صغرة علشان تعدي من السيستم ده وتعمل اللي انت عايزه وعرفت تعمل كده يبقى انت اتفضل تعمل كده دي وجهة نظرة يعني يقدر يعمل حاجة يعملها انت معاك فلوس تعديك المأزق ده او تعديك الاسيستم ده معنا ما قدرش مقدرش اللوم عليك في حاجة ما قدرش مقدرش واناك انت غلطاني انا عايز عزيزي اللي سأل السؤال اسأل نفسك السؤال ده بمشألة لو انت اللي نفسك جدا تخش طب ده ما جبتش المجموع وعندك فلوس تدخل خاص هتدخل او مش هتدخل هتدخل لو ما تخدش بقى مجنون لان انت كده مش بتحقق عدل ولا حاجة لانك مش بتاخد حاجة مش بتاعتك انت بتاخد ما قسمه الله لك بحظك لو انت والدتك اوكرانية فعندك باسبور اوكراني فممكن تروح اوكرانية تدخل طب هناك بمدر ما انت متعرفش هتدخل او مش هتدخل 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 المهم صديقي احنا عايزين اوصل لك انه احنا معاك ان فيه جزء في الظلم بس الظلم في السيستم او فاطرية اقدرت الموضوع السؤال التاني بقى المستهز شوية حد بعت لنا بيقول لنا انتو خايفين تتكلموا في الصورة بتكلموش ليه في الصورة تتكلموا عن الصورة كفية جبن عشان احنا قلنا الصورة في النص كده وهو زوجنا فهو 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 شبت اه هو معرف نوعش بس هو شبت وقالك اتكلموا عن الصورة كفية جبن اه ما انا على فقه اه هل هل تفتكر اه 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 مظاهرة عادي جدا انا عمري منسة عمري منسة في الميدان لما حد وقفني وسألم عليا حكيت لكان الحكاية دي انا صوت ان كانت موجود في الميدان انا يعني احبك قوي يعني حضرتك استاذ عسيلي من اجمل الناس اللي انا اه والله العظيم استاذ عسيلي عزيلي ايه اه بل شعر اه بل حاجات مش ممكن يعني استاذ عسيلي اه والله اه بقولك ايه انا عايز ارد على الرجل ده نكلم عن الصورة النص على الجاية انا عايز ارد عليه انا شو مش هنتكلم على الصورة يبقى لحدوتك الاخر السنة خفت من حاجة بقى عمري عارف عارف لما ارد شباب زي الحماسي وكده لما يسخنوا بعض فيقولوا اه لا اه ده انا والحاجات دي لا انا انا خفت ان حد يفهم كده حتى ما كنتش عايزة روح لينك نسيب اللينك ونرجع لحد يفتكر يقول بالكلمة اللي انا قلتها دي نحن نتقالب اه على الصورة على نقول نوع زو اه هو بقى اعتارد ان احنا زوغنا وان احنا خايفين نتكلم عن الصورة لا اعرفش ان في ناس تتسحلت على بقها في الشوارع في ايام الصورة دي اه من الاخر ارد عليك من الاخر انا ارد عليك من الاخر وصح حبيبي اه اه احنا زي ما تقول يعني احنا خيشنا اعزوا لك المشكلة دي بتحصل كتير نعم نعم هيسا هنتكلم عن الصورة لا ما هو عنده تسعة ونص عنده تسعة ونص ساعة وكده صح يعني فدلك كم دي ايه واحد دي ايه لا دم انت هتهزر اطلع ايه هتديني دي اعمل ايه انا طرق ابوقي خلص لا مش هتكلم ايه بام لانا عندك عندك كوز حملهولك اطلع ايه لعب اللي انت عايز تلعبه ما يش دعوه هتلعب ايه كوز يوسف الحسيني كالعادة مالكوش حقيقة كاملة انت مع عمر طاهر واحمل الاسادي في ساعتين المشتركين اه بين برامجهم وبعض وهي عمر يلا انت خايف يتكلم بقى في الصورة عشان انا ساعات يبقى لوحد ايه تاعب نفسه في المقال عايز وصل بيه فكرة عايز تتبطى بيه على حد عايز تاخد فيه بديد حد وتلاقي كده حد العجز الخزوق برد اقول لك انت ليه ما كتبتش سياسة النهاردة ليه النهاردة ما شتمتش في اي حاجة ليه يعني فهم فليه طول الوقت فيه ناس يعني عايزك او شايفة ان الكلام المفيد او الكتابة المفيدة او الافكار المفيدة هي لازم تكون في حتة السياسة وبس وليه فيه ناس مش فهمة انه كلامك في حاجات كتير في طول الوقت هو سياسة يعني احنا متكلم من اول الحلقة في سيستم التعليم انت بتتكلم في سياسة هو الفكرة اولا اولا يعني ما تعتبروش ده رجوك يا سمني عدم احترام ده مش عدم احترام ده تخصص حضرتك لو عايز تاخد مكاني يعني تقول قرائك انت خدوا جدا انا محدش داني مكاني ده على فكرة يعني محدش يعني معنديش يعني ابوي مش ضابط فجاب داني زمان من اتناشر سنة انا جيت اقعدت هنا انا اه يعني اسمها ايوه هو لو خدت اسمها ايه ارند بالعرب يعني انت كسبت او انا انت زعت مكاني اللي انا قاعد فيه ده ساعات الهواء اللي انا عادة دي دي انا بمديها النفسي يعني بكرم من الله انت عايز تقول حاجات تانية انت تقول دي اول حاجة تاني حاجة كمان انت لو قاعد مكانك ووجيه كلمني في فلسفة الاكل انا امتمداني في ايه لا الاول الاول عشان نخلي المسائل بس نفصل المسائل انا قصدي انا قصدي دي اول حاجة انا كنت عايزة يشاورها يعني عشان المثال اللي انت ذكرته بتاع اللي هو ايه بعت يقوله واحد فجرة وانت واشبعنا ما بتقولش بشرة ايه ايه قول انت مالكش دعب مين بيقول ايه برضو كل واحد لازم يهتم بشؤونه خاصة هنروح بقى للشأن العام بتاع عنه هنروح بقى للحتة يعني بعد ما انا قلت الحتة الوحشة هنروح حتة الحلوة ده الراجل ده عشمان فيك هو انت بالنسبة له بتوصله الصوت بتاعه للبتاع كويس هنا بقى ماشي تعال عايزين على بلاطة والكلام بقى في الثورة والمورة والحاجات دي بص حبيبي احنا دلوقتي في الثورة دي فكرة ليها طرق كتير تعم بيها انت فهمت خطأا ان الثورة دي يعني انك نقف شارع مع البوليس تنتهي بان الدولة تسقط زي الثورة الفرنسية ومثيلاتها كويس؟ لا في الحقيقة ده مش حقيقي دي طريقة احنا جربناها في يناير 2011 وبعد ما جربنا كل التجارب الملحقة بيها ادركنا ان احنا ما ننفعش بسبب المتأسلمين على فاكرة كمان عايزين من الاخر برضو عايزين من الاخر خالص بسبب المتأسلمين طلعنا ما ننفعش الحكاية بتاع الخناء في الشارع لا تسطح في ماصر هو دي وجه ناظري خلي بالك انت عايز تقول وجه ناظري تانية برضو ابعتلي نجوم مفقامت على خد ساعة تانية وقعد ما كان يقول برحتك خالص الخناء لا تسطح مش بسبب المتأسلمين بس بس بيعني ده اهم عيب حصل فيه في الثورة بتاعيتنا دي ان المتأسلمين استغلوها بطريقة تانية لاغراضهم الخاصة الدنيئة من وجه ناظري فبازت الحكاية دي فحتفدل انت على طول حتى كمان المش متأسلمين حتى كمان اهل الثورة حتى كمان صحابنا اللي كانوا في الوش ما برضو كل الناس كان عندها اخطاء والله الاخطاء يا عمر الاخطاء لو كانت فضلت من غير تأسلم كانت الاخطاء بقت صغيرة جدا ما بقيتش ما عملتش المشكلة العامة دي ما افشلتش من اخر اللي احنا كنا نحاول نعمله لكن الخطة المتأسلمة افشلت اللي احنا كنا نحاول نعمله افشلته كده والحد النهاردة وبكرة وبعد وحيفضل كده بس انا باعتبر ان على اقل كان خطة ده كان عنده خطة يعني خط المتأسلم ده يعني لو كان في حاجة افضلية دي في الفترة دي انه هو كان عنده خطة تخيل بقى انه هو يعني هو ده اللي ميزه انه لما كان في فترة في مجلس عسكري عايز تكلم مع حد مش عارف تكلم مع حد غير المتأسلمين هما الحاجة الوحيدة اللي انفع تتكلم معهم الحوار حصل الحوار وحصلت النقلة اللي في الطريق ده لكن اللي في النص ما كانش عندك خطة ما كانش عندك شكل واضح ما كانش عندك حاجة اكتر من افكار المشاعر حماس وطنية صفية عندك استعداد انك عنك تروح انك تموت انك تستشهد يعني مؤمن بشكل مطلق عندك حاجات القيم بتاعتها كانت مش على الارض الواقع شكرا شكرا بالسيد عمر طاهر كانت قيم يعني قيم سورية نبيلة لكن الحقيقا الارض الواقع كان فيه تنين بتخنقوا على محل وفيه حارس قضائي كان قاعد عايز اتكلم مع المعلم ده او معلم اتكلم معي عشان ينسلم المحل ويمشي طيب عشان نمشي بس في خطوات يعني منتظمة واحد دلوقات يقولنا اول اول خرم كبير كان خرم تقاسهم اول ما الناس في الشارع كانوا واقفين وكل واحد وهم مجموعتين في الحقيقة مش مجموعة واحدة كل واحد فيهم عنده اغراض مختلفة عن التاني واحد عايز مصر تبقى حلوة والتاني عايز مصر تبقى متأسلمة هنا حصلت الخرم حصل خرم اللي افشر الثورة تاني خرم اللي شوالين عليه عمر دلوقتي عتم وجود خطة لازم عشان تعمل حاجة بي عندك خطة انا تعلمت كده انت بتعلمش كده مشكلتك عايز تعلم فقد ايه يعني تاني انا معرفش بس يعني هو كده لازم عشان تنفذ حاجة الافكار النابيلة الوحدة كده الافكار الحلوة الوحدة كده وبعدينrones لا تسطح لوحدها لتغيير الواقع تعمل كتب حلوة الواقع بيدغاء أيوة تعمل كتب حلوة اللي عايز يكتب أفكار والحلوة يعمل كتب حلوة تنفيذ الحاجات دي محتاج خطة أنا شخصياً واحد من الجيل ومن الناس اللي كان عندهم كل ملايين الأفكار وما كانش عندي خطة لتنفيذ فما نجحتش ورجعت تاني أحاول بطريقة تانية بحاول بطريقة عن طريق حضرتك على فكرة أنما باطلع هنا أنا وعمر وغيري وعنى ممنوع أن نكلمك وعنى ممنوع أن نكلمك يعني عن خلي بالك بس لما أخذ بقى فتحولي مخوكو في الحتة دي والنبي لما نكلمك على مشكلة سانوية عامة بتاعتك أنت فاكر ده إيه ده تحريد لك عشان تروح تم مزهرة تقولي أسكت حكم لا أذكر اللي عامة سانوية عامة لا أسكت عامة دي عمرها من عمر الأرض دي لما نكلمك على مشكلة على دور أهلك فيها ودور مدرسين بتوعك فيها ودور 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 لكل الحاجات دي في إداس وشغلته إيه شغلته إن حضرتك تتحول إلى مواطن فاهم هو محتاج إيه أملا في إن يوما ما تبقى عارف تعمله إزاي ويبقى عندك خطة ويبقى عندك خطة ساعة بقى ما تيجي على المحك تعملها بقى زي أنت عايق تعملها بإخناقة في الشارع تعملها بإنك تبعد جواب لرئيس الجمهورية تعملها بإنك بشكل ما غريب تعمل الحزب ما يعمل مش عارف إيه تعملها بإنك تصاحب محلب يعني تعملها بطريقة أنا مش شغلتي بقى خالص أنا الحكاية دي شغلتك بس إن أنت تفهم إن من غير خطة مفيش لما أخذة حاجة هتأخذ بس فلو إنت بقى مصدق إن أساورة أساورة حتى أنا أساورة وخصوصاً وهما المتقسمين قاعدين يقوموا نفس الكلام ده وبيستنوا نفسهم بس عشر تفرزوا الشارع عشان يروحوا ووقفوا جمهم يعملوهم عشرين عشان يعملو يكملو خطتهم الدنيئة اللي هي حتى ما بقيتش خطة بقى مصد بقى متعسيمة ولا حاجة دي بقيت خطة يلا على بك رفيها لقفيها وكده ونقل بالكراسي والترمزة يبقى أنت جاءت هزميلو مات يلا بقى عم يروح فجر نفسك بقى عشان اتأخر ده آه يلا قاله كده آه قاله كده ناس شافهم هم عافهم إزاي ما فيه مش شابه حاجة ساعة ولا مون قبل اللي ما يروح يفجر نفسه ببال يريقه يعني فقاله يلا عم مات يلا بقى فجر نفسك بقى فحد سمحهم راح بلغ لهم ده فيه وحد بيقولي التاني يلا عشان اتأخرنا فجر نفسك وعشان المسئولية الأخلاقية برضو اللي علينا وانا متأكد ان عمر يعني حيساكن دي الكلام ده وحيحط حيمضي عليه هو كمان كون بقى ان فيه أخطاء وهبلولات وظلم بيتعرض لي ناس انا معرفش هم قد ايه انا ما درسش حالات بتاعتهم بس احنا عارفين يعني يعني عارفين انا عارف ان فيه ظلم في فيهيئة الناقل عام وعارف ان فيه ظلم في سنوية العام معدين نتكلم عنه بقى لنا سحي English عارف ان فيه ظلم في الجامعة فيه ظلم في الناس اللي قاعدين في المتاب як بس هو عنده بس ما عليه لما ده بس يعني فكرة بقى إن لخبطت كلمة الثورة على أخطاء النظام وعيوبه لخبطت كلمة الثورة على انتقاد أخطاء النظام وعيوبه لخبطتها من ناحيتين ها من ناحية الثوراجية ومن ناحية المتقسمين ومن ناحية الدولة نفسها لما تبص على كل مشاهد دي ده كله عبس كل حاجة من دول مفاصلة عن ذاتها وخلاص أتمنى أن نكون حضرتك كده يعني محتاج ثورة طريقة نظرتك للثورة يعني طريقة نظرتك أصلاً من فكرة الثورة دي وانت محتاج تثورة عليها يعني شون تطلع منها الحتة المنورة مش طلع منها الحتة اللي هي فيها يئمة إحباط يئمة شكوى يئمة انكماش واكتئاب لا انت محتاج تسوق طول الوقت انت مش الفكرة تبقى هي الوخداك في المنتقى دي وما احنا كان ممكن واحد بعادي جداً بعد بعد أول سنتين واحد يحبط ياخد جنب لكن الحد النهار دا الواحد بيكسر واحد بيحاول واحد شايفتوا الوقت أنه يمانج بفكرة الثورة اللي هي زي أنت مؤمن بيها ينفع أنه هو يتعمل من أول نوع الأغاني اللي أنت بتنقيها في البرنامج ده لحد المقار اللي بتكتبه مروراً بالمواضيع اللي بفتحها مع حضرتك وانا بتكلم معك دلوقتي كل الحاجات دي لو أنت ركزت فيها هتشوف أن هي فيها يعني فكرة الثورة عشان فكرة الثورة يعني تغيير في القيم فكرة الثورة مش تغيير في مين اللي بيسدر الأوامر ومين اللي معاها القوة ولا كهنوت ولا تعمل أصنام ولا تعمل أصنام بالأفكار ولا توقف في حتة وتضعلي صوتها من اللي أنت هذه هي ببساطة عن الطريقة التفكير طريقة النظر لأمور طريقة معالجة الأمور للحاجات اللي أنت بتالأ منها والحاجات اللي أنت بتخاف منها والحاجات اللي متفرحك والحاجات المسطة ومنظومتك القيمية أخلاقك دي موضوع كبير يعني موضوع كبير أي موضوع الثور حين فبدأوا تقول الكلمة دي أصلا عشان هي آخر هي كلمة دي نفسها واحدة من ضحايا ثوارة مصرية اللي هنجوزة منها هو بكل فخر يعني بس احنا بوزناها حتى الكلمة بس كنت بقى هرزيم الكلمة حال بلاش مش هقولك ارمي الكلمة بعد واسيبها في حالها ومتقولهاش لا اوقف عند الكلمة تمام ونظفها وشوفها ما قاله جديد بس لكن هترمي الكلمة برضو خالص انا عايز يكلم على يعني يعني بلاش بلاش اللي هو الرفارلز اللي ليها دي يعني بلاش نشير اليها بمعناها القديم اللي باز على اقل يعني يعني انا يعني انت بتخاني عمر برضو كم التستيح اللي موجود في الكم قني دي نفسها مش بتهمك عزيزي اللي بعت الرسالة مش بتهمي خالص ده مش موضوع انت عامل انا فاهم انا مش رسالة نفسها انا طريقة التفكير دي هيا طريقة مالمودة يعني الناس بتكلمك يعني الناس بتكلمك شبه للسؤال ده عارف الناس لما تقف في الشارع يقول لحد كده ممكن فيه ثنين مصريين مش ثنين ده فيه مليونين مصريين كلمة بعض كلمة. وانت ثورة ولا? يا كده? يعني هاريسويد. انت قصدك كده? انت وفاكرين ده فرق اه تقني جدا يعني فيلم. هو انت قصده يعني هو انت ثورجي ولا قصده ضد النظام? وانت ثورة يعني ايه يعني? هيسمى كالد راعي من انا عايز يطلع دلوقتي. الوقت في حد حد بعت لنا رسالة بقولك كان ادخل على داخل رمضان عليه وهو بيتجوز. فشعر بقى هيعمل ايه بقى? ولا هيصوم ولا هتعمل لك طايف بقى? هزمك 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 على خانو حلو قوي دوقتي ونسبة الايام. يلا ريلاكس. احنا السيزم خلص هيسم خلص. سيزم خلص. كان في حوار لأ لسان يا عمر ما احكي لم احكي لم احكي لم احكي لم احكي لم احكي انهي. بتاع ست دقايق ولا بتاع المحكمة? لا لا بتاع الستة بتاع ستة. هيسم وعمر كانوا في حطة حوار ورازم كان يسسسجلوه لك وتسمعه. آآ هيسم قال آآ انا وعمر يعني منتكلم بنقول بقى خلاص هانتخل بقى انتبطب عليهم كده وانه وانه قول لهم وكروسون طايبين وكلفة وطايفهم بتاع جد. فرح هيسم. فرح هيسم قيل. يعني يا جمال معاكو لينك خمس دقايق. فرح عمر بجدية شديدة جدا. باس ناحيته. وقال له اربع. اربع دقايق. اه. اه. فانا بقيتش عارفه وعمر بحزر وقال بتكلم جد. فطريت ان انا آآ يعني ابوصل هيسم معرفتش منه. واحد بقوله داخلين يقول للناس كوسون طيبين يقول لك قول ستة دقيقة. هنقول لك كوسون طيبين في ستة دقيقة ليه? هنملأ. هو دايما ان عايزك يقول لك معاك ديقتين. يقول لك يعني املأ ديقتين اه? يشاور لك كده وانت شغال. اللي هو في ديقتين فاتكلم قول له اه? اي هزي اللي جبت مغيك على عشان. عمره مسكين برضو ما هو عنده يعني وبعدين الموضوع بتاع التليزي عليه على راسه برضو. دلوقتي بقى وما يصعب علي. وبيعودوا يشخطوا بقى ويعودوا يتخانقوا معاه في في البتاع والتلفزيون طلم على الراديو وراديو طلم على المسكين برضو. طب احنا كالعمالة كم ديقة لحد دلوقتي كده? نجم رمضان ده. كم ديقة لحد دلوقتي كده في الشوية اللي. مش عارف اسأل هنسيب هو اللي بيعبي. كمان? اه. عايزاني كوسانتو طيب ورمضان كريم عليك ان شاء الله هتوحشني في رمضان ده. والله. احنا هنقعد في في البيت جامد. يعني ان شاء الله اهه هانقعد في البت جامد من فيص يا بش شغلة انا شخصية انا بحب بصراحة ودي حاجة لطيفه اه. اه طوي. اه كسان طيبيني سميعا اه. واي. وااا. خلوش اه 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 بنخلوش ازابكم من اه ازابكم اه Разابكم اه داوشة اللي رمضان داوشة اه رمضان بعمل داوشة. بين الناس وكده والتلفزيون. ايو. و الاكل و المنهدم وكده بـ kein اه داخلين اه داخلين على الايام دي بقى اللي فيها الحاجة تتقفش وتفضل ترغي فيها بقى اليوم مش عايزة بقى سخيف بصراحة بس يعني حامل عقده بقى سخيف يعني يعني عدهالي عدهالي لو قيتش سن سخاف عدهالي والله الليل في الواحد رمضان رمضان فيه طاقة حالوة هو نفسه يعني كشهر كده مننا للسمانة كده للسمانة بتاعت ربنا دي كده فيه طاقة حالوة استعماله الطاقة مش بتكلم والله الكلام مش مش في حاتة يعني العبادات والدين وكده طبعا ده مفروغ لا انا بكلم في ايه في انه انك انت مستنزفش نفسك بقى في حالة المسلسلات والبرامج اللي بتاخدها وتروح بيها كمان على الفيسبوك تنقشها تاني وترجع من الفيسبوك على علشان يعني بتلفها في دايرة كده مفرغة بتستنزف منك وقت ممكن يبقى فيه حاجة حلوة يعني هو فعلا والله فيه حاجة حلوة بس يعني محتاج حد يفتح حد الرادار ويلقطها كويس استعماله الطاقة والنبي ادعولنا مش انا وعمر بذات يعني لو دعوتونا انا وعمر مش هندقي خالص وهايسم كمين بشاور عايز دعوتين بس بس ادعولنا يعني عموما كده يعني بصفاء نية كده ادعولنا كده نبقى كويسين عشان انا محتاجين بسراحة بسعادة بسعادة طيبين شوفكم بعض رمضان شاء الله على خير بسعادة طيبين بسعادة طيبين كلكم بسعادة طيبين شوفكم بعض رمضان كريم بسعادة طيبين شوفكم بعض رمضان كريم